أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن إجمالية صادرات مصر يبلغ 53 مليار دولار سنوياً مشيراً إلى أنه لو تمت زيادة هذه الأرقام بنسبة من 17 إلى 18% فإنه في عام 2030 سنصل بقيمة الصادرات إلى نحو 145 مليار دولار وخلال اجتماعه لمتابعة جهود تعزيز معدلات الصادرات من القطاعات الإنتاجية المختلفة أكد مدبولي جاهزية الحكومة للاستجابة لأي طلبات لتوطين وتعميق الصناعة محلياً والتوسع في الصناعات القائمة مضيفاً أن الحكومة لديها قائمة بعدد من المنتجات والصناعات التي نحتاجها وهناك حوافز ستقدم لمن يقوم بتوطين صناعة هذه المنتجات وشدد رئيس الوزراء أن الفترة الحالية تشهد استقراراً في إتاحة الموارد الدولارية وكذا أن الحكومة تعمل من خلال أكثر من محور كي تضمن استدامة موارد الدولة من العملة الصعبة